الكثير من من يعانون من السمنة يرون في شهر رمضان فرصة ذهبية لمحاولة انقاص وزنهم بينما البعض الآخر قد يرى أنه يصعب عليه السيطرة على زيادة الوزن خلال رمضان اليوم راح انتحدث والله أنا بالنسبة لي وين صعب سجمت راح يتكلم أكثر عن كيفية استغلال شهر رمضان المبارك لمحاربة السمنة والحفاظ على جسم صحي بما يتوافق أيضا مع استراتيجيتنا الوطنية الصحية يسعدنا في هذه اللحظات أن صديف الدكتور محمود زرعي استشاري ورئيس قسم الغدد الصماء والسكري في مؤسسة حمد الطبية الدكتور مساء الخير ونسعد بتوازدك معنا أهلا وسهلا كلا دكتور كنا نشاهد قبل الإعلان تقرير عن الموضوع الأكل الصحي شلون اليوم نقدر نطبق هذا الأكل الصحي ونحن في شهر رمضان نعم وفي الواقع هذا سؤال مهم جدا يعني لما أي إنسان يسمع الأكل الصحي يقول لك هذا وين متوفر وين موجود أنا بديها لكن لو نظرنا مكونات الأكل الصحي يعني مكونات الأكل الصحي هي المواد الأساسية التي نأكلها يوميا مثلا المواد الكربوهادراتية التي هي الخبز والرز والبطاطا وما شابه ذلك هذه من الأكل الصحي حوالي 50% تكون مجبتنا البروتينات حوالي 20% التي هي اللحوم بأنواعها والبقوليات التي فيها بروتينات و30% من الدهون فطبعا هاي الأكل الصحي بالإضافة طبعا إلى الفواكه والخدروات وين المشكلة؟ المشكلة في كيفية اختيار النوعية يعني لو نكون أكل صحي لنجل الكربوهادرات مثلا نأخذها الحبوب الكاملة يعني الخبز الأسمر اللي فيه نخالها الأرز الأسمر يعني ليش نخالناها فيها الفايبرز اللي هي بتخفف امتصاص السكر من الأمعاء هاي نقطة النقطة الثانية بيحكي عن البروتينات البروتينات اللحوم احنا كلنا لازم نأكل لحوم لأنه جسمنا بحاجة لبروتينات خاصة في دور النمو في دور الست الحامل وهكذا بدها بروتينات لكن الأهمية في اختيار نوعية البروتين أنه ما يكون دسم بعدين الدهون مثلا الدهون كمان نختار الدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون زيوت الذرة نبتعد عن الدهون الحيوانية أو مصادر الدهون الحيوانية هذا اسمه الأكل الصحي يعني أننا نختار لازم نأكل هاي المكونات بنسب وين المشكلة؟ المشكلة تكمن في أننا بنتناول زيادة عن حاجتنا مثلا يعني طبعا هي مش سهلة بس إحنا بنقربها للإنسان أو للمستمع إنه كيف نحسب يعني إحنا لازم نعرف كم سعر حرارية في اليوم بنتناول لأنه يعني الإنسان بقولك أنا وزني بزيد والله مش عارف ليه لازم نعرف ما في حدا بزيد من فراغ لأنه في طاقة إحنا بناكلها والجسم بيصرف طاقة يعني تقريبا كيف الواحد بيحسب الطاقة كل غرام من الكربوهايدرات والنشويات حوالي أربعة سعر حرارية البروتينات أربعة بينما الدهون ثمانية ثمان سعرات حرارية فالإنسان لو تقريبيا تقريبيا حسب الطاقة اللي هو بياكلها طبعا إجمالا طبعا بشكل فيه لحسابات أديش كل واحد بحتاج حسب عمره حسب نشاطه البدني وهكذا لكن إجمالا يعني خنقول الرجل بحتاج حوالي ألف وثمانمائة سعر حرارية في اليوم الست حوالي ألف وخمسمية فلو الإنسان بده يحافظ على وزنه ما بده ينقص ولا يزيد لو أكل هاي الكمية حسبها بصورة تقريبية ممكن يحافظ على وزنه طبعا إذن اللي بيعنده هدف ينقص الوزن بده في رمضان أو غير رمضان يأكل أقل من الألف وثمانمائة الرجل والست بدها ألف وخمسمية وأقل طيب نعم بجانب يعني مرحلة السعرات الحرارية والتي تفضلت فيه دكتور نوعية الأكل نوعية الأكل شهر رمضان صاد بالنسبة لبعض الناس خوف أنهم يزيدون في الوزن يعني اللي يبحث أنه ينقص وزنه خلال السنة بشكل كامل يخاف من شهر رمضان ويقول يعني أنا راح أتم صايم فترات طويلة راح أكل كميات كبيرة في وقتك صير فشي اللي راح يساعد ناص اللي تخاف من موضوع السمنة خلال شهر رمضان المبارك نعم نعم نفس الفكرة أن نحسب قديش بدنا نناكل من هالسعرات الحرارية طبعا الناس يقول لك أنا جوعان وبدأ أكل كتير احنا دائما ننصح الناس يفطروا على التمرة لأنه فيها مواد سكرية بتلاقي أنه الإنسان يعني خلاص السكر سوى السكر بيكون منخفض ما قبل الإفطار فلو الإنسان أخذ التمرة هاي اللي هي من السنة الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالإفطار على التمر فإحنا دائما نقول لناس يفطروا على التمرة منها أن السكر بيرتفع فالإنسان بممكن بحس بالشبع أسرع بعدين حتى الناس اللي عندهم بحاجة لأدوة إحنا دائما ما بنقول لهم يفطروا على الدوة يفطروا على التمرة دائما بعدين الإنسان خلال فترة السحور من الإفطار إلى السحور طبعا فيه وجبات المهم أنه الواحد ما يتناول وجبة كبيرة دفعة واحد يعني ممكن يأكل وجبة عند الإفطار بعد صلاة الترويح وجبة خفيفة فيه ناس طبعا فيه خطأ ممكن نحن بنوقع فيه أو معظم الناس بنوقع فيه إنهم ما بيصحوا لفترة السحور يعني الإنسان على عشر أحد عشر بيأكل وجبة كبيرة وبنام فطول على حاله ساعات الصيام يعني صام بدل ما هي خمسة عشر ساعة صام حوالي عشرين ساعة أو ثمانتعشر ساعة طبعا هاي بيكون جاع أكتر من اللازم فهذا عند الإفطار بيكون جعان كتير لكن لو الإنسان انتزم أخذ إفطار معقول وجبة خفيفة بعد صلاة الترويح اللي حوالي الساعة تسعة أو ناس عشر وصحل صلاة الفجر وأخذ السحور فبيكون يعني ممكن يحافظ على وزنه حتى ممكن يقل الوزن لو حسب كمية السعرات طبعا هي بالآخر بترجع لك قديش الكمية اللي احنا بناكلها والنوعية لأنه زي ما قلنا إذا احنا أخذنا الدهون هاي أهم يعني أكثر شيء في الطاقة كل غرام حوالي ثمان سعرات يعني ضعف الكربوهيدرات ضعف البروتين يعني الغرام الواحد من الدهون في طاقة حرارية زي اثنين غرام بروتين أو اثنين غرام من الكربوهيدرات نتكلم الآن عن السعرات واختيار الوجبات الصحية المهمة هناك عادة عندنا في قطر قبل الإفطار دكتور كن فيه مشي يومي لمدة ساعة ونصف ساعة قبل وجبة الإفطار هل هذا الأمر يسهم في إنقاص الوزن ولا لا؟ مية في المية مفيد الرياضة يعني الرياضة تساعد في إنقاص الوزن لكن طبعا إحنا ما بننصح كل الناس يمارسوا الرياضة قبل الإفطار الإنسان السليم اللي لا يعاني من أمراض لا يعاني خاصة السكر يعني مرض السكر منتشر ثير في البلد في الدولة الشرق الأوسط يعني مش بس في قطر فما بننصح الناس اللي ما عنده أمراض ويمارس الرياضة قبل الإفطار ما في مشكلة لكن اللي عندهم أمراض خاصة السكر ما بننصحهم الصحيح يمارسوا الرياضة قبل الإفطار يمارسها بعد صلاة الترويح بعد ما يكون أفطر لكن الواقع أن الرياضة جيدة تساعد طبعا بالإضافة إلى إنقاص الوزن تنشط الدورة الدموية فيها توسيع الدورة الدموية تغذية أفضل لأعضاء الجسم لكن السعرات الحرية المفقودة بالرياضة أقل كثير من تنظيم الأكل يعني الأكل فيه كثير سعرات حرارية يعني إحنا إختصرنا شوي من الأكل نعم إذا الأهم تنظيم الأكل نعم يعني طبعا الرياضة مهمة لا شك لكن المشكلة هي في الأكل لأنه يعني السعرات الحرارية إحنا بناكلها دكتور اليوم أنتوا في المركز الوطني لمحاربة السمنة أين هي أبرز جهودكم في عملية توعية الناس بقضية إنقاص الوزن والحفاظ على غذاء صحي والجسم سليم نعم هو طبعا موضوع السمنة موضوع كبير إجمالا منتشر منتشر في كل بلدان العالم ما نسبته حوالي 35% لـ 40% من السكان كان في أي دولة لو سويت إحصائية طبعا ما عادة دول محددة حوالي هذول مصابين بالسمنة كيف الإنسان ممكن يعرف إنه مصاب بالسمنة ولا إحنا بنحسبها تقريبية باللي هي معدل أو مؤشر كتلة الجسم كيف نعرف مؤشر كتلة الجسم طبعا نحن مش بحاجة إلا نحسب بس الإنسان مطلوب منه يعرف وزنه بالكيلو جرام قديش وطوله طوله بعدين بنحوله للمتر يعني الوزن بالكيلو جرام على الطول بالمتر الطولها بيكون تربيع بيطلع أنه مؤشر كتلة الجسم تقريبا إجمالا يعني المطلوب 25 وأقل من 25 إلى 30 صار هذا وزن زائد ما فوق الثلاثين فهو سمنة طبعا السمنة منتشرة طبعا نحن فيه نقطة مهمة بس ننشير لها إنه مش كل السمنة بتكون مرضية لكن فيه نسبة من السمنة حوالي 10 إلى 15 مرضية علاجها يعانج المرض المسب مثلا نقص الغدة الدرقية اللي هي في العنق جارات الكيلة لو زاد نشاطها بتسبب سمنة طبعا السمنة المرضية علاجها في أن نعالج المرض السمنة الثانية علاجها اللي هي بدون مرض طبعا هذا بعد التقييم الطبي إذا ما في مرض أدى لهذه السمنة العلاج هو نمط الحياة نمط الحياة الأكل والرياضة ونحافظ على الوزن في المعدل المطلوب المؤشر كتلة الجسم اللي احنا قلناها يعني تقريبا 25 وعقال لأنها نسبة إذن دكتور نبغي منك كلمة أخيرة حتى وصية للمشاهدين الكرام يعني الواحد أنه ممكن يزور الطبيب ويفحص ويأخذ مثل هذه الأرقام حتى ينظم مثلا عند الوجبات الصحية نعم يعني كل إنسان ممكن طبعا هو مش مطلوب منه عملية حسابه زي ما أسلفنا لكن ممكن يطلب يعني يحفظ وزنه قديش أو روح عند العيادة الطبية بعيادة الطبيب بيشوف وزنه بيشوف طوله بيحسبوله مؤشر كتلة الجسم وين قديش هو قال هو طبعا من ناحية الوزن المطلوب أو هو زاد وعلاج السمنة طبعا الناس بقول لك أنا بدي دواء أنا بدي علاج السمنة هو في تغيير نمط الحياة طبعا في ناس ما بيقدروا لظروف معينة ممكن هناك أدوية تساعد لكن الأساس هو الصحيح نمط الحياة لو عالجنا إحنا السمنة نقي من كثير من الأمراض منها الضغط والسكر والكولسترول وغير ذلك فالسمنة يعني قضية مهمة أننا نهتم فيها دكتور محمود إحنا نشكرك على تواجزك معنا في برنامج حياتنا في رمضان وكل الشكر على هذه النصاح الذهبية اللي نتمنى أن السادة المشاهدين يستفادوا منها شكرا لك دكتور حياك الله